أما بالنسبة لبطولة كأس مصر دور الـ 32 تعرفين كل الفرق بتلعب دور الـ 16 الأهلي النهاردة كان بيلعب دور الـ 23 شكاة مبارياته معجلة بسبب مشاركاته الأفريقية النهاردة الأهلي بصعوبة كبيرة قدر يفوز على منتخب السويس المكافح الرائع المميز اللي عمل مباراة كبيرة جدا قدام الأهلي النهاردة الأهلي كسب بهدف دون رد هدف من حسين المشيحات هداية التعاقد الجديد أو هداية تجديد التعاقد مع النادي الأهلي لسه حسين الشحات مبارح كان موقع رسميا اليوم يسجل هدف الفوز دي عن نادي الأهلي بطالة رائعة وكان أفضل لعيب النادي الأهلي يمكن فيه المباراة النهاردة حسين الشحات متميز جدا وبقاله فترة مبيرة رائع جدا مباراة كمان شاهدت ضربة جزاء أضعها رامي ربيعة في الشوت الثاني رامي ربيعة أيضا اللي كان جدد مبارح رامي ربيعة مداش الهداية النهاردة بسبب التجديد لكن حسين الشحات قدت الهداية بالتجديد رامي ضيع ضربة الجزاء رغم النستير رامي ربيعة ووجاي شوت ضربة الجزاء عمل كده حتى كريستان ونطلو اللي هو بترجع خطويتين كده ومش عارف ايه بس ايه ضيع في الآخر وسجل حسين الشحات هدف الفوز المتأخر جدا للنادي الأهلي وده دليل ان من نهاردة فريق منتخب السويس عمل مباراة كبيرة ومحترمة من الديها الأولى دفاعيا كان الفريق منظم جدا حتى هجوميا كان له بعض اللمحات وبعض الفرص يعني آه شحيحة شوية ولكنها كانت خطيرة على مرمى النادي الأهلي وكان ممكن يخطف المباراة النهاردة فريق منتخب السويس في كل الأحوال على الورق قبل المباراة النتيجة مش طبيعية لا للأهلي ولا المنتخب السويس كان المتوقع انه الأهلي يكسب النهاردة من نساء كبيرة استغلال لحالة الفوان اللي عليها النادي الأهلي ولكن بسبب أداء فريق منتخب السويس النهاردة خلى النتيجة 1-0 فقط للنادي الأهلي لأهل فاز وصعدة لدور الستاشر ولكن أيضا فريق منتخب السويس كسب احترام كل من شاهدوا هذه المواجهة